تحدثت لكم عن الـ Organized Crime and Corruption Reporting Project وهو OCCRP.org بالانجليزية OCCRP.org هذا المشروع يحارب الفساد والإجرام وهو موقع مهم جداً ويحارب الأموال القادرة ويتتبحها ذكرت أمس خاصة وتحدثنا على نظار فقد خرجت المعلومات الأولى عن نظار بأن كان لديه حساب هناك في الكريدي سويس الذي تكشفت آلاف الحسابات فضحت وهي الآن في أيدي هذه المنظمة مع 47 وسيلة إعلامية أخرى لتفضح لصوص المال العام على المستوى العالمي بالنسبة للجزائر وجدنا أمس نظار وكان الموضوع خرج أمس بعد الظهر أو بعد العصر وأول معلومات كانت خرجت على نظار وتكلمنا وكيفش لقينا عنده مليونين فرانك وقالت المنظمة أنه يعادل مليون وستمائة ألف أورو بعت لي بعض إخواننا قالوا أنه لكن الفرانك اليوم يساوي تقريبا حتى أكثر من الأورو أو يعادل الأورو على الأقل لكن في الحقيقة المنظمة هذه رجعت إلى التاريخ لإغلاق الحساب والتاريخ لإغلاق الحساب لنظار كان في 2013 ففي هذا التاريخ كان الفرانك السويسري أرخص من الأورو الآن راه متقاربين أو كيف كيف أو حتى الفرانك أفضل شوية مع الدولار عفوا ما بين الدولار والفرانك متقاربين ولا الفرانك أفضل شوية نعم عندكم الحق لكن الحساب حسب بذلك الزمن تاريخ لأغلق به الحساب إذن مليونين فرانك سويسري أو مع عادل مليون ستمائة ألف دولار اليوم سنجد أيضا أسماء جنرالات آخرين إضافة إلى أسماء هذا الشخص تعرفونه بالتأكيد لأنه قبل ثلاث سنوات في مثل هذا الوقت كان هو يتحضر لعهدى خامسة أسقطها الشعب الحر بوتفليقة وجدوا أنه كان لديه حسابات أيضا حساب في سويسرا وكان هذا الحساب ماشي إلى غاية سنة ألفين وخمسة إلى غاية ألفين وحداش فتح في مارس تسعة وتسعين وأغلق في أكتوبر ألفين وحداش طبعا أكتوبر ألفين وحداش تعرفون لماذا كان هناك الربيع العربي وكانوا مرعوبين جدا من أن يفضحون فأغلق في ألفين وحداش وكان فيه مليون واربعمائة وثمانين ألف فرانك سويسري هذا يعاد ربما مليون ومئتين ألف دولار طبعا القوانين العصابة كما رأي موضوعات قول بأن المفروض أن أبوتفليقة كان خبر بهذا الحساب لأنه لاجب من يترشح لرأس جمهورية كما يقولون أن يقدم الذمة المالية ماذا يملك حتى يعرف الناس فيما بعد عندما يخرج كم نهب أو كم لم ينهب لكن طبعا لم يقدم لهذا الحساب ولا حسابات أخرى بوتفليقة الحقيقة عنده الحسابات الرئيسية لعائلة بوتفليقة هي موجودة مش في سويسرا فقط موجودة في سويسرا وفي الإمارات وفي فرنسا وفي بعض الجزر هذه اللي يسموها أنت الأوفشور وغيرها بوتفليقة وعائلة بوتفليقة عبارة عن كمشة من الناهبي للمال العام حتى قبل أن يصبح بوتفليقة رئيسا فتتذكرون أو تسمعون من أن الكوردي كونت مجلس المحاسبة آنذاك كان قد حكم عليه بإرجاع ملايين الدولارات كان حكم عليه في 22 ديسمبر 81 بأنها كانت هناك أموال مهربة من أموال الطلبة وأموال الوزارة الخارجية وصدر الحكم ضده في 83 بإرجاع أقل شيء آنذاك 58 مليون دينار و886 ألف دينار جزائري وأنا ذاك هذا المبلغ كان يعادل في حدود ما بين 12 و14 مليون دولار طبعا هرب بوتفليقة من البلد وظل يتكسل العبارة يعني كسول هو يتكسل ويتجول بابين باريز وجنيف ودبي وأبوظبي وأحيانا يتمسح في العتبات الشيعية في دمشق لم يكن بوتفليقة شيعيا لكنه بوتفليقة كان دائما يحب أن يظهر للآخرين ما يريدون فعندما مع الشيع فهو الشيعي مع السنة هو سنة مع الإخوان هو إخواني سني ومع السلفية هو سلفي ومع الليبراليين هو شارب للخمر ومع الآخرين هو أكثر من ذلك فبوتفليقة كان معروف عنه التلون الشديد أكثر من الحرباء بحيث يدير للناس حسب ما يطلبه المستمعين هذه قصة ذكرها لي صديقي كان صديقي وأصبح فيما بعد ذكرها لي سنة التسعين تقريبا أنا واحدة وتسعين حتى كان اقترح لي أن نروح ونلتقوا بوتفليقة في بيت وقلت له من حيث المبدأ قال له عندي صديقي بوتفليقة أنا ذاك طبعا كان بدون منصب كان الشادل بن جديد كان الربيع الجزائري كانت الإعلام وإلى آخر فهذا صديقي يسمى محمد روقاب كان محمد روقاب مدير نائب مدير لبيان الأملاكة الرئاسة هو نائب المدير عندما حدثت 5 أكتوبر 88 في حين أن شباب جزائرينا قتلوا كيلي طارت عينه كيلي طارت رجله كيلي طار راسه طبعا النزار قال لك ما عندهمش أنا ذاك ما ألقاش الرصاص المطاطي فأطلق الرصاص الحي فقتل المئات كان نزار هو المسؤول على حالة الحصار التي كانت أنا ذاك لطا دوسياج اللي أعلنوها في سبعة أو ستة أو سبعة ستة ستة أعلنوها في ستة أعلنوها من الخميس ستة أكتوبر 1988 وجاء الإعلان بالمناسبة الإعلان تعليط على دوسياج لأن الشاد لما جاي من البيت انتاع وذاهب إلى الرئاسة ضربوه سكان خاصة سكان ستي مالكي جمار من هناك فضربوه بالأحجار دخلوا طروت كان دخلوا طروت تعبن عكنون والناس اللي سكنين هناك ضربوه بالأحجار فشاب بليل حاجة صعيبة فقر في المساء قروا ليطاد السياج لما لما انتهت خمسة أكتوبر وجاء الانفتاح وجاء من بين الأشياء اللي داروها وما نام داروه عفو عام وبالتالي كل القتلى والذين مارسوا التعذيب والذين نسيهم عفو عام بل أن نزاد لهم في لغراد يعني نذكر أن محمد بتشين مثلا تم الترقيته إلى دي جي بي أس كان مدير الأمن العسكري وكان يأتي عندنا في الكازيرنا لكن بعدها أصبح دي جي بي أس دي جي بي أس أهم من دي سياس لأن المخابرات كانت جزئين جزء مدني وجزء عسكري يرأسها جنيرالات ولكن جزء يتلاها بالسيطرة على المجتمع المدني وجزء يتلاها بالسيطرة على المجتمع العسكري وشاد أو أيضا نزار وخذاو فيها ميداليات وخذاوكين قائمة في ذلك التاريخ لكن ايضا الذين كانوا الذين كانوا معارضين في الخارج ومعترضين على النظام او مثل احمد ايت احمد احمد بن بلا ابو التفليقة واحد السبع اسماء او ثمان اسماء دخلوا لانه اصبح في عفو عام كي دخلوا قرار رشادلي ان يعطي لكل واحد منهم اما فيلا بن بلا وايت احمد داو فيلات مش عارفش كون منهم ايضا ثالثة او رابع دا فيلا واللي كانوا اقل من بن بلا وايت احمد في تاريخهم وفي مراكزهم السياسية مثل بوتفليقة كان وزير مثلا داو شقق فبوتفليقة اعطوه شقة فما عجبتوش وهنا للقصة انت هذا صديقي محمد الوقاب وين تدخل يعني فما عجبتوش فتصل بالرئاسة قال لهم يعني ما عجبتنيش قالوا خلاص تصل بالمكانش عارف معامل ومن بعد جاء المسؤول اللي هو هذا صديقي اللي كان نائب مدير سيديركتور في لابريزيدانس وقال لي واش تحوس مامسي المينيسر يعني واش يعجبك قلي قالوا اعطيني في البشير الابراهيمي يعني انظم كانت عنده شقة هناك قبل ذلك البشير الابراهيمي كانت دها ايام كان وزير خارجية فزاد شقة اخرى هناك اصبع عنده شقتين وشقة في بشير الابراهيمي يعني في منطقة راقية وواسعة الى اخره ابقات دايما هالشقة معاه حتى عندما كان رئيسا طبعا بودفليقة لما اعطاه صديقي هذا الشقة هو كان وفروله شقة في مكان اخر فطبعا فرح به يعني الى اخره وشافوا بالليه انسان لا بس به يعني ما هو اشتاع خمر ما هو اشتاع كذا لكن شاف ظني اوكي متدين صاحبنا لم يكن متدين متدين لكن كان يصلي يعني كان يصلي فكان يروح لما يدخل عنده يلقاه شاد كتب دينية فقال لي راني كن روح نزور بودفليقة زرته مرتين في الشقة يعني باش نحلله بعض المشاكل داخل الشقة يعني اكتاف داخل الشقة دايما كان مشاكلي برغم ان شقة فخمة من ايام فرنسا فقال لي نجد كتب دينية على الحتي قال لي حتي لقيت حتي كتاب بنت ايمية يعني اني مذكرها مثل اليوم فقلوا بلا يعني ممكن تاب كتب فريقة معروف بكري بالفساد الاخلاقي والخمر والشاكل يعني قال لي عدتا قال لي عدتا لكن بعد فترة حكالي بعد فترة قال لي راني كنت غالط قال لي لي اني لقيت مرة ناس واحدة اخرين قبلي ويبدو هاد الناس كانوا شوية من جماعة الكاس وجماعة الاخر فلقى كتب اخرى حتى ربما شوية فاضحة على الطاولة فكان يدير لكل مجموعة اللي يجيه يحط الكتب اللي يقراهم وش يحبوهم ويقراوه او او شي يعرفهم يقراوه او يحط المجلات او فافهم صاحبنا لكن مع ذلك مع ذلك كان عرض علي باش نشوفوا ما نشعر فساط الظروف وما شفتوش وقلت دايما كنت نقول الحمد لله انه ما تمش هذا كل لقاء يعني لكن فيما بعد بوتفليقة لم ينساه هذه صرات في نهاية ثمانية وثمانين بداية تسعة وثمانين بوتفليقة لم ينساه هذا معروف على بوتفليقة قالوا كان دايما يرد الخير تعال الناس يعني حتى تحسب له يعني باش نقول ما له وما عليه فلما عين على بظهر الدبابة في افريل تسعة وتسعين قبل ان يعين في فيفري في جونفي في جونفي تسعة وتسعين كان في اتصال معي صديقي هذا لانه كان انا ذاك مازال بدون بوست يعني لما اسرائيل انقلاب ضد الشادل يبين جديد طردوه طردوه نائب مدير طردوه فكان بدون بوست فغاضب من النظام وظل من اثمان وتسعين الى تسعة وتسعين غاضب من النظام لكن في جونفي فهمت منه في مكالمة من ان ابوتفليقة عرض باش يكون السكرتيرو الخاص وسألته انا قتله لكن مازال مش رايس فاتذكر انه فهمت منه يعني ابتسامة في تليفون من انه ما ما تقلقش من هاد الناحية يعني سيصبح رئيس يعني هذا الكلام كان في جونفي تسعة وتسعين في جونفي تسعة وتسعين في نهاية جونفي تسعة وتسعين وبالفعل اصبح ابوتفليقة رئيس وتعرف ربما ظروف في الرئاسة وترئيسه واصبح هو سكرتيرو الخاص وظل سكرتيرو الخاص لمدة عشرين عاما ما بين تسعة وتسعين والفين وستة وهذه ايضا تقلل تاريخ لم يترك صديقي السابق هذا محمد الوجاب فرصة لما كان تحت تليفون يعيط لي يعني في العيد نعيطه البعضانة هو عارف موكفي انا معارض للعصابة وهو اصبح سكرتير بوتفليقة لكن هو كان يقول لي ان بوتفليقة خاطيه ما تدخلش في التسعينات ويالو كان وقعد يقنع فيها باش نرجع للجزائر وانا قلت له قضية لا تتعلق ببوتفليقة ولا بغير بوتفليقة القضية تتعلق بنظام حكم كون يتبدلوا قاع الأشخاص ويبقى نفس السلوكيات ونفس الأفكار ونفس النظام مش راح يتغير الحال والدليل راح شاد لي مثلا برغم شاد لي كان أفضلهم قليلا ونشوفوا الجن بعد وقعدنا في سبع سنوات ما بين تسعة وتسعين والفين وستة لما كانت ما زالت اتصال بالتليفون كل مرة يحاول يقنعني قلت له اروح البريطاني ونشوف تقنعني ولا نقنعك وكنت مسر أنه لو يجي نقنعه حقيقة إذا اقتنع بأن راهمشي في نظام فاسل وفاشل ونتع له صنص ونتع عصابات ومن الأفضل أن يطلب لجوء في بريطانيا ويبقى في بريطانيا مجاش لم نلتقي أبدا لكن في الفين وستة لماذا انقطع الاتصال آنذاك انقطع لي أنه في الفين وستة بوقتي يجري بسرحة قتل ولد عمتو في الغوات ولد عمتو كان إنسان مثل هذك لجان جزائريين يبيع في الكوكاو يبيع في الكوكاو في الدخان مش بعيد على الدار نتاعه في الحي نتاعه ومبعد جاء بوليسي هناك جاء معه فتاة وبدأ يقوم بأفعال وتحرشات مع هذه الفتاة أمام السيد هذا يعني وين يبيع وهو يبيع على خمس مترات من داره فقال له وتكلم معاه قال له روح بعيد روح ديها بعيد ورح بعدنا من هنا فطبعا البوليسي ما عاجبوش الحال عاود تكلم معاه هذك السيد قال له روح بعيد روح ديها بعيد تخاصموا بالكلمات ش بدل البوليسي سلاح وقتل السيد هذا اللي هو ولد عمة السكرتير الخاص للرئيس محمد روكا فطبعا لما أعرفت باللي يعني كان هول في مدينة الأغواط والناس قامت بمظاهرات واحتجاجات لحقرة البوليسيين وخاصة أن هذا كان معروف بسلوكه الحسن وإنسان طيب ويبيع الكوكاو ويبيع الدخان فلما سمعت بالموت اتصلت به فكان هذا آخر اتصال لماذا؟ يعني في الاتصال لعلي قلت هذا مقبل لا أدري في الاتصال طال بيناتنا الاتصال ودخل فيه الحديث طبعا كان رجع للجزائر العاصمة كان يكلم فيه من مكتب نتاعه وانا عزيته يعني باش نقدم له العزاء فدخل الحديث وعلى ياسي محمد ما ترجعش والله والرئيس رأي عرفك وتدي المنصب اللي تحب ونديره فريق إلى آخره رو يسمع فيه ربما رو يسمع في كلامي هذا الآن فقتلوا ياسي محمد رأي تكلمنا ميرانا في هذا الموضوع وانا رأيي حاسم فيه رو كنت يعطيني المنصب انتاعه من جيش قضية مش كلام بيناتنا احنا احنا اصدقاء وخاوة لكن كل واحد رأي عنده موقف في هذا فطال المكالمة حوالي ممكن 30 دقيقة وله لكن قطع الخط قبل من قولوا البعضان السلام عليكم وكل واحد يروح لحاله قطع الخط ومن بعد مباشرة عاو تكلمني بعد 30 ثانين فقال لي توراك قطلوا كيفاش وراني بريطانيا قال لي كيفاش بريطانيا قال لي رو كان خارج لي رقم سيكونت ناف كذا كذا سيكونت ناف ورقام جزائرية قال لي كيفا قطلوا هذا صحابكم رام يسمعوا فيكم قال لي كيفاش صحابكم قطلوا هذه الدياراس راي تسمع فيكم طريقة اللي داروها كانت فيها خطأ بحيث خرج لك الرقم اللي راي يسمع فيك فطبعا تفزع قلت له هاك تشوف سكرتير الرئيس هو ما يسمعوا فيك ولا يستبع حتى الرئيس راي ما يسمعوا فيه هو الرئيس كما تسموه من هذا النهار تهت المكالمات مازاش تصل بيه مازاش تكلمني حتى طبعا سمعنا أن أبو تفليق سقط وهو راح يداره هذه جاءت بين قوكسين فقط الحديث لكن دعونا نرجع إذن قلنا فيها بو تفليق فيها بو تفليق المبلغ لا بو تفليق فقط لا في هذه الفضيحة تلكريدي سويس ظهرت أيضا أن مع بو تفليق أو مع نزار و بو تفليق ظهروا جنرالات آخرين دعونا نرى اليوم زوج جنرالات أو ثلاثة باقي نشوفها إضافة إلى نزار طبعا نزار تكلمنا عليه البارح ما نعودوش نرجعوله راح نرجعوله في ملفات أخرى خاصة في ملفات التواطع في اتهام موجه خطير جدا له وهو تهمة التواطع في القيام بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أكبر تهمة وجهت لمسؤول في بلد من محكمة وطنية مش لمحكمة دولية توجه إلى الزار للآن راح في السنة الخمسة وثمانين ولكنه يعيش أيام الأخيرة ولا ندري من يموت قبل الآخر يعيش أيام الأخيرة في رعب من أنه يقضيها داخل السجن لكن هو سيكون محظوظ لأنه سيقضيها داخل السجن السويسري بينما طحياه وهم كما قالنا حتى باعتراف تبون أمس قال لك أكثر من ميتين وخمسين ألف قتيل إن كل قتيل قتلا في الجزائر يتحمل نظار وزر من قتله حتى عندما غادر لأنه هو الذي فتح بواب الجحيم على الجزائرين هو الذي قام بانقلاب قالونا لإنقاذ الجمهورية كل مرة نتأكد أنها كانت لإنقاذ رؤوسهم ولتهريب أموال الشعب ولأخذ أراضي بلا حدود وشركات بلا حدود وفلات وشقق وأن الشعب الذين قالوا أنه جاءوا ينقذه من الإسلاميين في الحقيقة نهبوه فقروه وقتل منه أكثر من ميتين وخمسين ألف كما اعترف تبون أمس في احتراف جديد كانوا يقولون أكثر من ميتين ألف قتيل أمس أمام ما يسمى بالجالية في الدوحة قال أكثر من ميتين وخمسين ألف سنعود له إذن نظار لكن أيضا بالإضافة إلى نظار ظهروا اسم جنيرالين اثنين واحد اسمه الجنيرال بن معلم وقد مات وهو سيناتور والجنيرال بن معلم هذا كان واحد من كبار الجنيرالات ولكنهم طردوه كان جنيرال الماجور حسين بن معلم لكنهم طردوه في بداية التسعينات والكثيرين يعتقدون أن اللي طردوه هو نظار العربي بالخير هما ضباط فرنسا هما اللي طردوه على كلين الجنيرال بن معلم هذا لقاوا عنده مليون ومئة وخمسين ألف فرنك سويسري أي ما ربما ما يعادل مليون دولار وأن الحساب انتعوا أغلقه في اكتوبر 2013 في نفس التوقيت اللي يغلق فيه نظار حسابه أيضا واضح أن الجهة معينة قد تنغلقوا حساباتكم ربما السويسريين يضعوا يديها على المال هذا وهو كان طبعا كما قلت في 1991 كان تمت الإطاحة به برغم أنه كان قريب من الشادل بن جديد ولكن في وكتب مذكرات كتب الكتاب الأول لا أعرف إذا كان جزء الثاني خرجه ولا لا لأن الجزء الثاني هو المهم كان باش يتكلم فيه لماذا تمت الإطاحة به من أطاح به ماذا حدث في 1991 وماذا حدث في 5 أكتوبر لكن لا أدري إذا نشر الجزء الثاني لا أعتقد أنه نشر إذا نشر وموجود في الجزائر كتبوا لي من فضلكم باللي أنه منشور حتى نتحصل عليه مات في 2016 وجنيرال آخر أيضا كشفته هذه الوثيق وهو المونشو والمونشو هو ذلك الاسم الذي كان يعرف به الجنيرال محمد طيلية محمد طيلية كان هو قاعد ناحية العسكرية الأولى عندما كنت أدي الخدمة العسكرية أنا في البليدة كنا في ليفور ما بين ماي 87 ونوفمبر 87 ستة شهر تدريب في ليفور كان جنيرال محمد طيلية هو القائد ناحية العسكرية الأولى وناحية العسكرية الأولى هي أخطر وأهم ناحية عسكرية وكان بعض الزملاء اللي درسوا معايا كانوا في مكتب السكرتاريان تاو واحد يدر الترجمة واحد طبعا أعطي ليه كانوا يكتبوله حتى هذا كان واحد زميلي أصبح في مبعد والي قال لي ولا نكتبوله في لورد واس في لورد واس يكتبوله مثلا ثلاث كلمات باش يقدر يقرأ أمي نهائيا وأمي أن تكون أمي ليس خطأ لكن أن تكون أمي نهائيا وتصبح جنيرال ماجور وقاعد ناحية العسكرية الأولى هذه جريمة هذه جريمة في حق البلاد في حق الجيش في حق الأخطر من ذلك أن المونشو كما عرف محمد الطيلية وكان يسمى المونشو وكان ما يزعش منها وهذه لأنه يبدو أن يتقطعت أيام الثورة كان مجاهد كان جريمة من جريمه الكبرى أنه كان هو المسؤول العسكري في عنابة في 1965 عندما قام انقلاب بومدين على بنبلة وعنابة كانت من بين المدن التي ثارت ضد انقلاب من المدن القليلة لم يثور كثير من المدن يومها لكن عنابة كانت من المدن القليلة التي ثارت ضد انقلاب بومدين ضد بنبلة وأطلق طيلية الرصاص الحي وقتل وجرح العشرات من أبناء عنابة واعتقل المئات ربما بعضهم لم يظهر عليه خبار من ذلك اليوم وأسرت له فضايح فيما بعد من بينها فضيحة كبرى أسرت له في فرنسا عندما اعتقلته الشرطة الفرنسوية قبل سنوات وأدخلته السجن قبل حوالي عشر سنوات وأدخلته السجن لأن زوجته التي تزوجها فيما بعد وكان ربما يكبرها بخمسين عام أو أربعين عام تزوجها اشتكت به من أنه عنيف معها الشرطة الفرنسية فالشرطة الفرنسية راح تعتقلاته كان يومها عنده مجموعة مجزرات ديبوشري في فرنسا فاعتقلوه وأصبح هناك تدخلات خارجية من الجزائر باشتلقوها نضم بيتوه يومين أو في الحبس ومانيش عارف كيف انتهت القصة فيما بعد مع زوجته ربما تنزلها على كثير من المال ولكنه مات فيما بعد ما طولشه مات في الالفين وستعاش في الالفين وسبعة عشر عفوا هذا عطيلية أيضا اللي بالمناسبة بالمعلم وعطيلية ونزار وآخرين هذه الجنرالات كلهم كانوا حاسبوا جنرال آخر وكان هو الأهم والأخطر جنرال آنذاك لهو الجنرال بن لصيف الجنرال بن لصيف كان هو الأمين العام لوزارة الدفاع وكان يعتبر اليد اليمنى للشادلي بن جديد لكن في 86 في نهاية ديسمبر 86 أعطح به الشادلي بن جديد لازلت أتذكر وأنا في القصبة مع جدتي الله يرحمها يومها في غرفة صغيرة من غرف القصبة كنا نستمع في الأخبار على الساعة الثامنة وكانوا دائما طبيعا الجزائريين كنا كانت ذلك الوقت لست أدري الآن نظن رهي ما زالت وهو أنه يكون العشاء مع الأخبار الثامنة ليس لي أن الناس يحبوا الأخبار لكن كان هكذا كانت هذه العادة أغلبية الجزائريين يتعشاء الثامنة بيل تقريبا دقائق قبل دقائق من بعد ويكون تلفزيون مفتوحة الأخبار وطبعا الأكثرية كنت سب في التلفزيون وأعزاكم الله كان حتى اللي ينوض يبزق على التلفزيون على الأخبار تلكذب لكن مش عارف كانت العادة هي أن الناس تتعشاء مع الخبار ففي نهاية ديسمبر ونحن نتعشاء وإذا بنسمع في الخبر تمت إقالة باللوصيف طبعا جدتي وخالي قدامي يأكلوا وكملوا يأكلوا وأنا حبست قالوا وش بيك قلت لهم رأي مشكلة كبيرة أسرات قلت لهم باللوصيف شكون باللوصيف قلت لهم جنرال كذا وهذا وقت كان مفروض يكون حتى وزر الدفاع وكذا قالوا لي كون تعش على روحك تعشينا لكن طبعا هذه راح تكون تأثيرات من بعد لأن إسقاط باللوصيف في الحقيقة كان البداية للقضاء على ضباط اللي كانوا بقاه من جيش التحرير باللوصيف كانوا واحد منهم وإنهاءهم واحد واحد وكان هذا هو بداية الانقلاب بتاع 92 انقلاب 92 ما جاش هاك كان فيه اسم أنا فكرت كاش نهار لما نكتب الكتاب كتاب ربما نسميه عنوان الطريق إلى انقلاب 92 لأنه مر بمراحل من أخطر مراحلها لإطاحها ببللوصيف لأنه بعد الإطاحة بمصطفى ببللوصيف أطاحوا بعدد هائل من كبار الضباط انتاع لايلان الحقيقيين أو حتى لتعجيش الحدود وحطوا مكانهم ضباط فرنسا ضباط فرنسا اللي كانوا عند فرنسا يعني نزار كان موجود لكن نزار جاب قعد ضباط اللي كانوا قرب منه بالخير جاب ضباط اللي كانوا قرب منه وحطوا ليس هذا فقط ببللوصيف سيحاكم وفي 92 يسجنوه بعد الإنقلال يعني كي كان الشادلي ما سجنوهش شادلي كانش فعله كي نحاو الشادلي راحوا اداوه وحاكموه في المحكمة العسكرية وسجنوه وبقية مسجون لسنوات حتى مات أعتقد أنه مات في 2012 عنده كلمة مشهورة يقول أنا مرضعتش كانت يومها كتبتها جريدة بالعنوان العريض كانت بالفرنسية يقول جنبات تتي لسن دولا فرنس أنا لمرضعتش من أثداء أو من ثدي فرنسا لهذا تحاسبونني اليوم يا ضباط فرنسا جريدة ما زادتش في العنوان يا ضباط فرنسا لكن داخل المقال موجود هذا تمنى للقوه هذا المقال كاش نهار ونشره مقال مهم جدا لعله موجود في مكان ما إذن هذو الجنرالات اللي حاسبوا باللوصيف اكتشفنا اليوم باللوصيف كانوا يحاسبون لأنه على أساس تهرب أموال بنا فيلا قال لك ذاك الوقت بنا فيلا تحت البيسين مغطية بالزجاج والفيلا فوق البيسين مش حتى في جنب يعني كانوا كلام كبيرة في عنابة وفي العاصمة إلى آخره وهذا قد يكون صحيح لكن كانوا كلهم لصوص الفرق لأنك تشفوا أنهم كانوا لصوص ولكن كانوا أيضا بالعملة الصعبة يعني عندهم حسابات في الخارج